اشتركوا في القناة توقيت القاهرة ونشرة اخبارية جديدة من القاهرة الاخبارية أهلا بكم والبداية طبعا بأبرز العنوين وزارة الدفاع الروسية تعلن اسقاط 42 مسيرة اوكرانية خلال هجمات ليلية على مناطق متفرقة في البلاد الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب يندد بمهزلة العدالة خلال تسليم نفسه للسجن في جورجي ويصف الانتخابات بغير النزيهة المجلس الانتقالي بالنيجر يعطي الضوء الاخضر لقوات ماني وبركينفاسو للتدخل في حد حدوث هجوم عسكري على البلاد موسيقى موسيقى البداية مع تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية موسيقى 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 أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية نجحت في تدمير وإسقاط 42 طائرة مسيرة أوكرانية خلال هجمات ليلية لكييف على مناطق متفرقة من البلاد أوضحت الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية قامت بتدمير تسع طائرات كانت في طريقها لشبه جزيرة القرم بينما تم إسقاط 33 طائرة أخرى إلكترونيا عن طريق أجهزة التشويش كما أفادت بنجاح دفاعاتها الجوية في إسقاط صاروخ أوكراني معدل من طراز S200 وتدميره فوق منطقة كالوجا جنوب موسكو في المقابل دوت سافرات الانظار في مدينة يوديسة ساحلية شرق أوكرانيا عقب انفجارات وأعلن الجيش الأوكراني تفعيل الدفاعات الجوية مشيرا إلى تسجيله نشاطا للطائرات الروسية في الاتجاهين الجنوبي والجنوبي شرقي من البلاد وطرب الجيش الأوكراني المواطنين بالذهب إلى الملاجئ فور سماع سافرات الانظار قال البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأوكراني فولدومير زيلنسكي ناقشا هاتفيا بدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات المقاتلة F-16 وأكد البيت الأبيض أن بايدن وزيلنسكي بحث أيضا التعجيل بموافقة الدول الحليفة لإرسال طائراتها من طراز F-16 إلى أوكرانيا وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون عن بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات F-16 في شهر أكتوبر القادم وأوضح المتحدث باسم البنتاجون باترايدر أن عمليات التدريب ستتم في القاعدة الجوية بولاية أريزونا أعلن وزارة الدفاع الأمريكية أنها ستبدأ قريبا في تدريب الأوكرانيين على قيادة وصيانة الطائرات المقاتلة F-16 ومن المتوقع أن يبدأ التدريب في أكتوبر المقبل بالقاعدة الجوية بولاية أريزونا سيحتاج الطيارون الأوكرانيون إلى إتقان اللغة الإنجليزية المتخصصة بكفاءة لقيادة هذه الطائرات أكدت البرتغال استعدادها للانضمام إلى تدريب طيارين الأوكرانيين على طائرات F-16 قال الرئيس الأوكراني فولادمير زيلينيسكي عقب محادثات مع رئيس البرتغالية إن المحادثات ناقشت إمكانيات توسيع التعاون الدفاعي خاصة فيما يتعلق بتوريد المعدات الطبية ومعدات إزالة الألغام إلى أوكرانيا وأشر زيلينيسكي إلى همية انضمام البرتغال إلى إعلان مجموعة السبع بشأن ضمانات الأمنية لأوكرانيا كما أعلنت النرويج أنها ستزود أوكرانيا بالصواريخ المضادة للطائرات طراز Iris T ومقاتلات F-16 وذلك بهدف دعمها في الحرب مع روسيا وخلال زيارته إلى كييف أكد رئيس الوزراء النرويجي يوناس جارستورا أن أوكرانيا بحاجة ماسى إلى المزيد من المعدات العسكرية وأوضح استورا أن الأموال التي يتم توجيهها من خلال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ستستخدم لإصلاح وصيانة البنية التحتية الحيوية وشراء الغاز لتخزينه في حالات الطوارئ عاد مطار فونكو ودومو ديفو الدوليان بالعاصمة موسكو إلى العمل بعد توقف معقت وكانت خدمة الطيران المدنية الروسية أعلنت في وقت سابق عن توقف الرحلات الجوية بالمطارين هذا وتتعرض المطارات في العاصمة موسكو إلى هجمات متكررة بطائرات مسيرة أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتوريش بأن روسيا موافقة على العودة إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود إذا نفذ الغرب التزاماته تجاه موسكو وعلنت الخارجية الروسية أن لافروف أكد للأمين العام للأمم المتحدة على موقف موسكو حول إمكانية استعناف مبادرة البحر الأسود مشيرا إلى أن روسيا ستعود للاتفاقية في حالة الوفاء بجميع الالتزامات تجاه الجانب الروسي إلى تطورات حدث مقتل قائد مجموعة فاغنر موسيقى 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 استبعدت وزارة الدفاع الأمريكية وجود معلومات مؤكدة حول إسقاط طائرة قائد فاغنر يافيجين بروغوجين بواسطة صاروخ أرض جو وذكر المتحدث باسم البنتاجون باترايدران المعلومات حول ملابسات حادث سقوط الطائرة الروسية لا تزال غير معروفة أعلم أن هناك اهتماما كبيرا بهذا الموضوع تقييمون الأولي أنه من المحتمل أن يكون قائد فاغنر قد قتل نحن نواصل تقييم الوضع وليس لدينا أي معلومات تشير إلى أن صاروخ أرض جو هو الذي أسقط الطائرة هذه المعلومات غير دقيقة كما أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خالص تعازيه لعالية ضحايا حدث تحطم الطائرة بشمال موسكو وأشار الرئيس الروسي إلى ضرورة انتظار نتائج التحقيقات بشأن هذا الحادث الذي قتل فيه نحو عشرة أشخاص لقد كان شخصا ذكيا ورجل أعمال ذكي وعمل ليس فقط في داخل بلدنا بنجاح بل وفي الخارج وفي أفريقيا بشكل خاص عمل هناك في النفط والغاز والمعادن ثمينة والأحجار الكريمة في الأمس فقط حسب المعلومات التي لدي كان قد عاد من أفريقيا والتقى هنا مع بعض الشخصيات الرسمية لقد بدأوا التحقيقات الأولية لهذا الحادث وستجري التحقيقات بشكلها الكامل وتصل إلى النهاية ولا شك هنا في هذا وسننظر ما سيقوله المحققون في هذا الأمر ما زالت تابعات وفاة زعيم مجموعة فاغنر الروسية يوفيجين بروجوجين مستمرة منذ الإعلان عن وفاته المجموعة العسكرية توجه أكبر أزمة منذ إنشائها في عام 2014 بعد مقتل أغلب قادتها في الحرب الروسية الأوكرانية وغروب آخرين لإفريقيا ما زالت تابعات مقتل زعيم مجموعة فاغنر الروسية يوفيجين بروجوجين مستمرة منذ إعلان وفاته ومعه تسعة آخرون نتيجة سقوط طائرة خاصة استقلها من موسكو إلى سانت بوترسبورغ تساؤلات كثيرة حول من سيخلف قيادة المجموعة العسكرية بعد مقتل بروجوجين الذي نجح في تكوين تأثير قوي للمجموعة داخل روسيا وخارجها وما زاد الأمر صعوبة هو إعلان السلطات الروسية وفات الرجل الثاني في فاغنر ديمتري أوتكين على طائرة ذاتها التي كانت تقل القائد السابق لفاغنر فاغنر التي تعمل في ثلاث قرات مختلفة لحماية المصالح والاستثمارات الروسية أصبحت في مأزق شديد نتيجة تفككها وهروب أعضاء كثر منها إلى أفريقيا لسيما في المناطق التي تشهد نزاعات المجموعة العسكرية التي تأسست عام 2014 رشح لها الرئيس الروسي فلادمير بوتين في وقت صابق أندريا تروشيف العضوى المؤسسة والمدير التنفيذي للمجموعة لقيادتها وفقا لتصريحات أدل بها لصحيفة كوميرسانت وذلك بعد فشل فاغنر في تمردها العسكري الذي نفذته ضد الكريملين يونيو الماضي الشركة العسكرية الروسية الخاصة تواجه أزمة كبرى بعد تقلص أعداد منتسبيها من خمسين ألف عضو إلى أقل من ألفين حسب ما تشير مصادر مقربة من المجموعة التي خسرت قوتها العسكرية والبشرية في الحرب الأوكرانية لم يبقى أمام فاغنر خيارات كثيرة إما الانضمام إلى كيان رسمي تابع لوزارة الدفاع الروسية أو إنشاء كيانات جديدة يشرف عليها الكريملين بينما يترقب آخرون رد المجموعة على مقتل قائدها قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد إخلاء سبيل بكفالة مالية من سجن مقاطعة فولتون إنه لم يرتكب أي خطأ وندد ترامب في حديث مقتطب للصحفيين قبيل مغادرته فولتون بالقضية الجنائية المرفوعة ضده معتبرا أنها مهزلة للعدالة وأشار إلا أن لديه كل الحق في الطعن بانتخابات 2020 التي وصفها بغير النزيهة لم يكن هناك شيء مثل ذلك في بلادنا من قبل هذه هي طريقتهم في الحملة الانتخابية إنه التدخل في الانتخابات فنحن لم نرتكب أي خطأ على الإطلاق ولدينا كل الحق في الطعن في الانتخابات التي نعتقد أنها غير نزيهة وغير شريفة أشكركم جزيل الشكر وكان مكتب عمدة مقاطعة فولتون في ولاية جورجيا نشر الصورة الجنائية للرئيس السابق دونالد ترامب والتقطت صورة في سجن المقاطعة بعد أن تم احتجاز ترامب لفترة وجيزة لنحو عشرين دقيقة في سجن المقاطعة على خلفية قضية محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام رئيس الحليجو بايدن في عام 2020 وعاد الرئيس الأمريكي السابق ترامب للتغريد للمرة الأولى على منقع أكس المعروف سابقا باسم تويتر ونشر ترامب صورته الجنائية التي كشفت عنها شرطة سجن مقاطعة فولتون حيث سلم نفسه للسلطات قبل إطلاق صراحه والمنشور هو أول تواصل مباشر مع الجمهور على المنصة التي حضرته بعد هجوم مناصرين له في السادس من يناير في عام 2021 على الكونغرس وكان الرئيس الأمريكي السابق ترامب قال قبيل مغادرته إلى جورجيا إن السياسات المعتمدة من قبل البعض بالحزب الديمقراطي فاشلة والمئة المتحدة التي يحكمها الديمقراطيون في حالة تدهور وضف ترامب في لقاء على منصة إكس أن تأمين الحدود الأمريكية من أهم أولوياته في المرحلة المقبلة مشيرا إلى أن الاتهامات التي وجهت لهم أخرا سببها تفوقه في استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات الأمريكية المقبلة في 2024 مشددا على أنها اتهمات زائفة تبادل ثمانية منشحين جمهوريين للرئاسة الأمريكية لانتقادات اللاذعة في مناظراتهم الأولى لانتخابات 2024 وقدمت المناظرة الصاخبة التي استمرت ساعتين نظرة على التحديات العميقة التي يواجهها المتنافسون في سعيهم لإزاحة رئيس حلز الجمهوريين سابق دونالد ترامب من موقعه على قمة السحة من الاقتصاد والمناخ إلى أوكرانيا وإدانة دونالد ترامب المحتملة قضايا شائكة سيطرت على المناظرة الجمهورية الأولى بين ثمانية مرشحين جمهوريين للرئاسة الولايات المتحدة ورغم غيابه عن المناظرة الأولى للانتخابات التمهيدية لعام 2024 تصدر اسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بارزاً في مناقشات خصومه المرشحين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري والذين تباينت أراؤهم ومواقفهم حول عدد من القضايا في محاولة للظهور كبديل أكثر قابلية للتطبيق قبل خمسة أشهر من انطلاق مصابقة الترشيح في ولاية أيوة وقبل أكثر من 14 شهراً من الانتخابات في حين أن حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس يحتل المركز الثاني في استطلاعات الرأي باستمرار وإن كان متأخراً بفارق كبير عن ترامب فإن فيفيك رامسوامي رجل الأعمال التكنولوجي البالغ من العمر 38 عاماً والمبتدئ السياسي كانت له لحظات أكثر دراماتيكية في المناظرة وواجه رامسوامي المدافع الشرس عن ترامب الذي يصعد في استطلاعات الرأي الوطنية الكثير من الانتقادات من منافسيه الأكثر خبرة والذين بدأ أنهم ينظرون إليه على أنه يمثل تهديداً أكثر من دي سانتيس وتحول النقاش خلال المناظرة إلى حالة من الفوضى عندما طلب من المرشحين مناقشة تغير المناخ والإجابة عن سؤال حول ما إذا كان النشاط الإنساني السبب الرئيسي وراء التغيرات المناخية حيث أثارت تصريحات رامسوامي صيحات الاستهجان من بعض جمهور المناظرة عندما قال إن أجندة تغير المناخ مجرد خدعة قضية دعم أوكرانيا أثرت انقساماً آخر في أراء المرشحين حيث انتقد رامسوامي بقوة الدعم الأمريكي المستمر لكييف معتبراً أن أوكرانيا ليست أولوية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فيما قدم كريستي ويبنس مرافعات قوية لإبراز ضرورة مواصلة دعم أوكرانيا فيما انتقدت المرشحة نيكي هالي آراء رامسوامي واتهمته بالرغبة في تسليم أوكرانيا لروسيا وسماح للصين بأكل تايوان قالت النيجر ومالي وبركينفاسو في بيان مشترك إن قائد المجلس لانتقلي في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني سمح للقوات المسلحة في مالي وبركينفاسو بالتدخل إلى أراضي النيجر في حال حدوث هجوم عسكري على البلاد وكانت دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس هددت بالتدخل العسكري في النجر لاستعادة النظام الدستري عقب الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في السادس والعشرين من يوليو الماضي والآن مع فعليات قمة تجمع براكس موسيقى موسيقى نحن نخطأ بإمكانك المعارضة الارجنطينية المعارضة الاربية الأرابية الأيجيب إثيوبيا أوران الساودية الأرابية والمعارضة الاربية الأميرات لتصبح الممارضة براكس ثمن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إعلان تجمع بركس دعوة مصر للانضمام إلى عضويته اعتبارا من أول من يناير وأكد الرئيس المصري اعتزازه بثقة الدول التجمع كافة والتي تربطها بمصر علاقات وثيقة وعرب عن تطلعه خلال الفترة المقبلة للتعاون والتنصيق مع مصر وباقي الدول المدعوة للانضمام إلى بركس لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إذا مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهها بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبوري أمام قمة تجمع بركس إن مصر تتطلع لأن تكون عضوا فاعلا ومؤثرا داخل بركس وأكد رئيس الوزراء المصري في كلمته التي ألقها نيابة عن الرئيس المصري أكد على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لإيجاد حلول عملية لمواجهة مختلف التحديات أود الترحيب بالخطوة التي أقرها تجمع البريكس اليوم باتجاه توسية عضويته والتي أفق في أنها ستساهم في جعل التجمع أكثر فاعلية وأكثر قدرة على التعبير عن رؤاه على الصعيد الدولي ولقد حرصت مصر خلال السنوات الماضية على توثيق علاقاتها مع تجمع البريكس من خلال المشاركة في الجلسات المختلفة التي عقدت في إطار سيغة بريكس فلس كما انضمت إلى بنك التنمية الجديد في عام 2021 ونتطلع لأن تكون مصر عضوا فاعلا ومؤثرا داخل التجمع من أجل الإسهام في جهوده الرامية إلى إيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات التي تعاني منها دولنا والتي تتطلب تكثيف التعامل المشترك في إطار التعاون الجنوب جنوب وفي تصريحات خاصة وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الانضمام لعضوية تجمع البريكس قال مدبولي إن انضمام مصر للتجمع البريكس ما كان سيحدث لو لا الجهود الدبلوماسية التي بذلتها القيادة السياسية وجميع الجهات المعنية في الدولة أولا اسمحي لي طبعا في البداية أن أنا أوجه التهنئة لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيسي الجمهورية والشعب المصري كله بانضمام مصر إلى تجمع البريكس والحقيقة هذه الخطوة لم تكن أنها تحدث لو لا الجهود الدبلوماسية الحتيسة اللي حصلت من القيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة المصرية علشان يعني النهاردة الخمس دول الأعضاء الرئيسيين ياخدوا القرار بالإجماع بأن مصر تكون من مجموعة الدول اللي تقرر أن هم يعني يقبلوهم في إطار توسعة عضوية تجمع البريكس كما أضاف مدبولي أن وجود مصر في تجمع بريكس يعد ترجمة حقيقية للتوجه المصري نحو تحقيق توازن عالمي وقيادة متعددة الأطراف وأكد أن أهداف مجموعة بريكس منذ النشأتها هو الخروج من قطبية النظام الواحد والتوازن في إدارة الملفات السياسية والاقتصادية العالمية يمكن المواطن المصري يبقى محتاج يعرف هو يعني إيه الاستفادة المهمة اللي حتحصل لمصر مع هذا الانضمام الحقيقة هناك مزايا عديدة جدا أهم حاجة أن هذا التجمع لما أنشئ بهدف شيء واحد تحقيق التوازن العالمي والخروج من قطبية القيادة الواحدة على المستوى العالمي وأن يكون هناك يعني توازن في عملية إدارة الملفات العالمية الكبيرة وعلى أخص الملف الاقتصادي والملف السياسي وبالتالي يعني إحنا مصر طبعا من يعني منزل يعني تولق سيادة الرئيس ملف المسئولية وهو دائما حريص أن مصر تكون يعني دائما دور متوازن وعلى علاقة على أفضل ما يكون مع كل الأطراف فبالتالي وجود مصر النهاردة وقبول مصر انضمام لهذا التجمع هو ترجمة حقيقية لهذا التوجه لمصر لأن ده هدف الرئيسي للتجمع أن احنا يكون هناك قيادة متعددة الأطراف من دول العالم الكبيرة ومن الأقطاب الكبرى معا وأن هم يحققوا نوع من التوازن اللي بيحقق مصالح المشتركة لكل الدول وعلى الأخص الدول ما يطلق عليها الجنوب اللي هي الدول النامية والدول الناشئة وبالتالي النهاردة من خلال هذا التجمع اللي هو بيضم النهاردة خلينا نتكلم الخمس دول الرئيسية اللي موجودة فيه تمثل أكثر من 31% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي فيها 40% من عدد سكان العالم ومتوقع بعشرين تلاتين حيبقى يمثلوا 50% من الناتج المحلي الإجمالي وفي الوقت نفسه قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الانضمام لتجامع بريكس يسمح بمزيد من التبادل التجاري المتعدد بين دوله الأعضاء وأشار مدبولي إلى توجه بريكس نحو الاعتماد على العملات المحلية بديلا عن العملة الوحيدة وتركيز على شراكة في مجالات الزراعة والصناعة من خلال هذا التجمع بيسمح بأن يكون التبادل التجاري بالعملات المحلية وبالتالي هنا مش هيبقى هناك سيطرة لعملة دولية محددة بالعكس هيبقى هناك فرصة لتبادل التجاري ما بين الدول وبعضها البعض من خلال العملات المحلية الشيء الأهم هو التركيز على عملية شراكة ما بين الدول الأعضاء في مشروعات تنمية صناعية وتنمية زراعية وخلافه وأن يبقى دي كلها مشروعات مشتركة بتحقق الاكتفاء الزاتي من السلع الرئيسية في الوقت اللي احنا كلنا شايفين العالم في مخاط جديد وكل رؤساء العالم اللي كانوا موجودين جوه النهاردة القيادات كلهم بيكلموا على تحديات ومشاكل بتواجهها دولهم وأنهم محتاجين مسندة هذا التجمع علشان يساعدهم في التغلب على هذه التحديات تعمل مصر على دعم اقتصادها عبر تعزيز الشراكات مع العديد من دول العالم بجانب تقديم تجسيرات للمستثمرين على أراضيها ويقدم الانضمام لبريكس فرصا أرحب لصادرات مصرية كما تدعم مصر وصول سلع وخدمات دول بريكس للقارة الأفريقية نظرا لكونها بوابة القارة اشتركوا في القناة كانت مجموعة بريكس قد قررت دعوة كل من مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية بريكس وخلال كلمته في الجلسة الختمية شرى رئيس جنوب إفريقيا سيريرا مفوزا إلى دعوة تلك الدول للانضمام للمجموعة ابتداء من يناير القادم مضيف أنه تمت أيضا دعوة كل من الأرجنتين وإيران وإثيوبيا لقد توصلنا إلى توافق بشأن المرحلة الأولى من عملية التوسع هذه بالإضافة إلى المراحل المقبلة التي سنطرق إليها لاحقا لقد قررنا دعوة جمهورية الأرجنتين جمهورية مصر إثيوبيا إيران المملكة السعودية بالإضافة إلى الإمارات لتصبح دول دائمة العضوية في مجموعة بريكس وستبدأ هذه العضوية أبتداء من الأول من يناير من عام 2024 انضمام الدول الستة الجديدة إلى مجموعة بريكس يعني رفع إجمالي ناتجها المحلية إلى 37% من الناتج الإجمالي العالمي كما يرفع عدد سكان التكتل إلى 46% من سكان العالم اشتركوا في القناة أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن ترحيبه وسعادته بقرار انضمام كل من مصر والسعودية والإمارات إلى تجمع بريكس وقال أبو الغيط أن انضمام دول عربية إلى تجمع دولين ذو شأن يعكس تأثيرا عربيا متزيدا في القرار الدولي وأعرب أبو الغيط عن تطلعه في السياق ذاته إلى انعكاس هذا الانضمام إيجابيا على المصالح العربية نشراتنا مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل تايوان تقول إن ثلاث عشرة مقاتلة صينية اخترقت مجالها الجوي أهلا بكم من جديد أعلنت وزارة الدفاع تايوانية عبر ثلاث عشرة مقاتلة صينية للخط الأوسط الفاصل بين الحدود في مضيق تايوان صباح اليوم وأشارت إلى أن خمس سفن حربية صينية قامت بدوريات استعداد قتلي مع المقاتلات مشيرة إلى أنها رصدت إجمالي 22 مقاتلة صينية لكن ثلاث عشرة منها فقط هي التي عبرت الخط الأوسط أعلن وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان فرض عقوبات أحادية ردا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا وقمرا إصطناعيا للتجسس ودانا الوزراء الثلاثة بشدة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي على هيئة صاروخ فضائية رغم كونه قمرا صناعيا للتجسس أطلقته كوريا الشمالية تعلن الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بالحل الدبلوماسي للأزمة الكورية التي تصر بيونج يانج على خلقها مع جارتها الجنوبية واليابان متحدية بذلك القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن تحرك كوريا الشمالية بإطلاق مركبة فضائية بهدف الاستطلاع كما سمته باء بالفشل باعتراف بيونج يانج تحرك تابعه سلسلة من ردود الفعل الغاضبة كان أبرزها اتفاق وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان على فرض عقوبات على كوريا الشمالية ومن جانبها أكدت اليابان رفضها القاطع لإطلاق صواريخ باليستية من قبل بيونج يانج وطلبت بالتوقف عن ممارسات الاستفزاز التي يقوم بها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أما واشنطن فأعلنت أن محاولة كوريا الشمالية إطلاق قمر صناعي يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي وأن أي مساع للحوار لا بد أن تجري دون شروط مسبقة وحث بيان للخارجية الأمريكية كوريا الشمالية على الامتناع عن المزيد من الأنشطة المهددة داعيا إلى الدخول في عملية دبلوماسية جادة وفي بيان له كشف البيت الأبيض أن فريق الأمن القومي التابع للرئيس جو بايدن يعمل على تقييم الوضع في كوريا الشمالية بالتنصيق الوثيق مع شركاء وحلفاء الولايات المتحدة من جانبها ردت كوريا الجنوبية على التحرك الكوري الشمالي بالأعلان عن تكثيف التدريبات العسكرية التي تجريها قواتها في بحر الصين والمحيط الهادئ لتذكير بيونج يانج بقوة سول في المنطقة وهكذا وبعد فشل المحاولة الثانية لكوريا الشمالية لأن تطأ الفضاء بقمر صناعي للتجسس تعهدت سلطات الفضاء بالمحاولة مرة أخرى في أكتوبر المقبل استكمالاً للمخطط الذي أعلنت عنه لتأسيس أسطول من الأقمار الاصطناعية لمراقبة تحركات القوات الأمريكية والكورية الجنوبية قال رئيس الوزراء الياباني فوميوكوشيدا أن بلاده طلبت من الصين أن ترفع على الفور حظرها عن استراض المنتجات البحرية وتسعى إلى إجراء مناقشة قائمة على أساس علمي حول تأثير إطلاق المياه المشعة من محطة فوكوشيما النووية وأشار كشيدا إلى أن توكيو سوف تحث الحكومة الصينية بقوة على إشراك الخبراء في النقاش العلمي حول أثار تسرب المياه من فوكوشيما طلبنا من الصين أن ترفع على الفور حظر الاستيراض على المنتجات المائية من اليابان من خلال القنوات الدبلوماسية وسوف نحث الحكومة الصينية بقوة على إشراك الخبراء في النقاش العلمي حول آثار تسرب المياه من فوكوشيما ستتخذ الحكومة اليابانية كميع التدابير الممكنة بما في ذلك استخدام الأموال والتعويضات من قبل شركة توكيو للطاقة الكهربائية وكانت اليابان قد بدأت في تصريف المياه المعالجة من محطة الطاقة النووية في فوكوشيما إلى المحيط الهادئ من جنيبها وصفت الصين خطوة الحكومة اليابانية بغير المسؤولة في إجراء مثير للجدل تواصل اليابان عملية تصريف المياه المشاعة المعالجة من محطة فوكوشيما إلى المحيط الهادئ كما كان مخططا لها ورغم تأكيدات اليابان والوكالة الدولية للطاقة الزرية بأن التأثير البيئي لعملية تفريغ مياه المحطة النووية غير ذات تأثير على البيئة إلا أن الإجراء يواجه بانتقادات شديدة بالداخل الياباني مجموعة صيد يابانية أعلنت أنها تخشى أن تؤدي عملية تفريغ مياه المحطة النووية بالمحيط إلى الإضرار بسمعة شركات الصيد وخسارة المبيعات وفرض مزيد من قيود التصدير إلى الأسواق الرئيسية وفي إطار الإجراءات الاحترازية قررت هونغ كونغ وماكاو الخاضعتان للحكم الصيني فرض حظر على المأكولات البحرية اليابانية من مناطق من بينها العاصمة توكيو وفوكوشيما استشعار الخطر وصل إلى الصين أيضا حيث وصفت إدارة السلامة النووية الصينية الحكومة اليابانية بأنها أنانية للغاية وغير مسؤولة في إطلاق التفريغ بالقوة وتغليب مصالحها فوق مصالح البشرية ووفقا لنتائج اختبار شركة تابكو فإن المياه تحتوي على ما يصل إلى 63 بيكريل من التريتيوم لكل لتر وهو أقل من الحد الأقصى لمياه الشرب الذي حددته منظمة الصحة العالمية وهو 10 ألاف بيكريل لكل لتر عملية التفريغ المثيرة للقلق ستنفذ في مرحلتها الأولى بتصريف 7800 متر مكعب على مدار 17 يوما تقريبا وتتوقع شركة تابكو أن تستغرق عملية تفريغ المياه التي تزيد حاليا عن مليون وثلاثمائة ألف طن متري عقودا ويعد تفريغ مياه محطة فوكوشيما خطوة أساسية في عملية طويلة وصعبة للغاية لإيقاف تشغيل المحطة بما في ذلك إزالة الوقود المنصهر وسط مخاوف كبرى وأعلنت الصين تعليق كل ورداتها من منتجات البحر اليابرية بعدما بدأت توكيو في تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية وأفادت الجماريك الصينية أن القرار يهدف إلى تدارك المخاطر على الأمن الغذائي الناتجة عن تصريف مياه ملوثة من فوكوشيما في البحر وحماية لصحة المستهلكين في الصين وضمانا لسلامة الأغذية المستوردة وقالت الصين إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة البحرية وسلامة الغذاء والصحة العامة مشيرة إلى أن التخلص من المياه الملوثة يعد قضية رئيسية تتعلق بالسلامة النووية ولها أثار عابرة للحدود في غضون ذلك اعتقلت شرطة الكورية الجنوبية ما لا يقل عن أربعة عشر طاربا جامعيا اقتحموا مبنى يضم السفارة اليابانية في العاصمة سول وذلك احتجاجا على إطلاق توكيو للمياه المشيعة من محطة فوكوشيما النووية إلى المحيط الهادئ وقامت الشرطة باعتقال الطلاب بتهمة التعدي على ممتلكات الغير ومخالفة للقانون وقانون التجمع وتظاهر وبدأت اليابان اليوم في تصريف المياه المعالجة من المحطة النووية وهي خطوة أثارت انتقادات من جميع أنحاء المنطقة أعلنت قناة باناما استمرار القيود المفروضة على عدد السفن للمرور اليومي عبر القناة وأضحت إدارة القناة أن استمرار القيود المفروضة يأتي لانخفاض منسوب المياه وتعرض القناة لحالة جفاف طويلة الأمد مشيرة إلى أن تمديد القيود من شأنه أن يمنح القناة فرصة للحفاظ على المياه بها قبل قدوم موسم الأمطار وكانت الهيئة التنفيذية لقناة باناما قد اتخذت قراراً مطلع العام الجاري بفرد قيود على عدد عبور السفن اليومي بسبب الجفاف ما أدى إلى تراكم السفن المنتظرة للعبور يعمل مئات من عناصر الإطفاء باليونان على إخماد حرائق الغابات الكبيرة والتي تستعر لليوم السابع على التوالي وأصفرت عن مصرع عشرين شخصاً وتواصلت الحرائق في جابل بارنيثا قرب أثناء في أكبر غابة متداخلة مع العاصمة مهددة منتزهاً وطنياً وفاد جهاز الإطفاء بأن حريقاً كبيراً اندلعا في وادي ضمن الغابة صباح اليوم ما يهدد المناطق المأهونة بسكان وعثر على جثث تسعة عشر شخصاً يرجح أنهم مهاجرون وبينهم طفلان قرب مدينة إليكسندرو بولي السحلية هذا الأسبوع كما اندلع حريق كبير في بيوتية شمال أثناء حيث كاد يأتي على دير أوسولوكا البيزنطي العائد إلى ألف عام جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التمسك بالمقاومة الشعبية السلمية معتبراً أنها تحقق أهدافها المرجوة منها وقال عباس لدى افتتاحه دورة لاجتماعات في رمالله للمجلس الثوري لحركة فتح أن الجانب الفلسطيني لن يسمح بتمرير مخططات إسرائيلية رامية لتكريس الاحتلال عبر تطبيق خطط الضم والتوسع الأنصري وقرأ الأوضاع إلى مربع العنف وشدد الرئيس الفلسطيني على أهمية عقاد مؤتمر الأمناء العمين للفصائل الفلسطينية نهاية الشهر الماضي في مصر كخطوة جادة ومهمة مشيراً إلى أن هناك خطوات لاحقة لاستكبال ما جرى في مدينة العالمين المصرية أكد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق وركن عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة السودانية تقاتل من أجل البلاد لا من أجل جهة أو فئة أو أشخاص وأظهر مقطع مصور نشره الجيش السوداني للبرهان وسط جنود بمنطقة وادي سيدنا العسكرية في أمدرمان ثاني أكبر مدن البلاد وجاء ظهور البرهان بعد يوم واحد من إعلان الجيش السوداني سيطرته على مقر سلاح المدرعات بالعاصمة وصد هجوم عنيف للدعم السريع على المقر وأجرى البرهان جولة واسعة بمواقع ومتحركات عسكرية بالخرطوم وأمدرمان وبحري كما انتفقد البرهان عددا من ارتكازات الجيش بقاعدة وادي سيدنا العسكرية أربى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون عن القلق البالغ من تظهر الأوضاع في سوريا ومعاناة السوريين لتوفير الغذاء لأسرهم في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية وفي تقريره لمجلس الأمن دعا المبعوث الأممي إلى تمويل خطة لاستجابة إنسانية لسوريا التي لم تتلقى سوى 25% فقط من قيمة المبلغ المطلوب للقيام بأنشطة الإغاثة خلال عام 2023 كما تلقت الخطة الإقليمية لدعم اللاجئين 10% فقط من إجمالي التمويل اللازم لها استضافت مدينة العالمين الجديدة النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما لعام 2023 وذلك برئاسة الفنان المصري يحيى الفقراني وذلك تحت عنوان 60 عاما من الدراما وذلك في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري وأجرت كاميرا القاهرة الإخبارية عددا من اللقاءات مع المشاركين في فعليات المهرجان نتابع أنا مبسوطة جدا لأنه مدينة حقيقة جميلة يعني أحدث مدينة داخل مصر وفعلا مدينة تستحق أن نحن نلقي عليها الضوء لأن كل اللي هيجي هيمسط قوي وهيشوف حاجة مختلفة مش شبه أي حتة على فكرة في مصر مش شبه أي مكان فحقيقة جميلة قوي معمولة على أحدث طراز القاتل التحفة، البحر، الشواطئ، الريستورانات، الشابينج لا حاجة قوية قوي 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 أنا فرحانة بالتطور اللي بيحصل في مصر دي حاجة مهمة جدا وحاجة جميلة جدا بكل الإزدهار ده والتطور ده والحضارة دي والتحضر ده ومواكبة العصر في النهضة المعمارية والأشكال الهندسية حاجة كانت في منتهى الجمال والله فرحانة وفخورة جدا يعني أجمل حاجة في الدورة الثانية المهرجان الدراما إنها هنا في مدينة العالمين حاجة جميلة جدا وصرح كبير وفخر لنا كلنا وأتمنى كل المهرجانات تبقى هنا في الجو الجميل ده طبعا شيء جميل لأنه كمان بيبين قد إيه إنه إحنا عاملين فيه إنجازات معمولة وفيه مكان جميل قوي إحنا بنعمل فيه المهرجان وده بيساعدنا إن إحنا في حاجة يعني صرح كبير وجميل بالشكل ده وإنجاز حلو قوي كده إن إحنا نبقى متواجدين فيه وبنعمل المهرجان بتاعنا فيه أجواء جميلة ومبهرة بصراحة يعني مكان جديد على فكرة المهرجانات وخصوصا مهرجان الدراما فلأ حلو حلو جدا حاجة متميزة جدا أنا مبسوط وفرحان ببلدي مبسوط وفرحان إن المهرجان السنة دي مقام على أرض العالمين الجديدة الحمد لله حاجة راقية جدا وحاجة متميزة جدا وإن شاء الله دايما في تطور بأمر الله العالمين دي عشان الولايات الصغرين اللي ما يعرفوش كانت فيهم من الأيام حق الألغام يعني كنت بدرس في كتب التاريخ إنه أيام الحرب العالمية كان فيه مكان كده في البحر بعد اسكندريا اسمه العالمين مليان كله ألغام متسابة من أيام الحرب فتخيالي إحنا وقفين في المدينة اللي كانت المفروض إنها ما تنفعش للحياة فأكيد فخورة جدا يعني أولا أنا ببارك لمصر كلها والشعب مصر المدينة الرائعة الجميلة الأنيقة الرقية الشيك المبهجة أنا فرحانة قوي إن أنا جيت المدينة دي ومش مصدقة بس دايما بقول لا مصر قادرة والمصريين قادرين إنهم يحققوا إنجاز كبير زي دا ويفرحوا بيه على فاكرة لازم الناس تيجي هنا وتشوف المدينة دي حلوة وجميلة دي ومبسوطة إن المهرجان قيمة يعني الدورة دي فيه علشان يدوي على المدينة الحلوة دي يعني حاجة حلوة قوي مبروك لمصر أظهر مسح أقرته مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبيل لأن شطة الأعمال في الولايات المتحدة اقتربت من ركود في أغسطس الجاري مع وصول النمو لأقل مستوى منذ فبراير في ظل تراجع الطلب في قطاع الخدمات وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز لمدير المشتريات بالولايات المتحدة الذي يرصد قطاعي التصنيع والخدمات إلى خمسين فاصل أربعة من عشر نقطة في أغسطس من اثنتين وخمسين نقطة في يوديو بما يشكل أكبر تراجع منذ نوفمبر الفين واثنين وعشرين قالت وزارة الطاقة الروسية أن انتاج البلاد من النفط يفي بالطلب الحالي على الوقود وذكرت أن روسيا تعيد توجيه بعض صادرات البنزين والديزل للأسواق المحلية إضافة إلى استغلال المخزونات وكانت وسائل إعلام محلية قالت أن هناك نقصا في الوقود في أنحاء روسيا إذ أدى تراجع قيمة الروبل إلى زيادة ربحية صادرات مما سهل عمليات الإمدادات للخارج أعلن نادي النصر سعودي تعقده رسميا مع الإسباني إمريك لابورت مدافع ماشيستر سيتي ومنذ انضمامه لسيتي في يناير الفين وثمانية عشر لعب لابورت مائة وثمانين مباراة سجل خلالها اثني عشر هدفا وصنع أربع آخرين وفي منافسات بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في العاصمة المجرية بودابست توقى أنولوجي كارستين فارول هولم بذهبية سباق أربعمائة متر حواجز بتسجيله ست واربعين ثانية فاصلة تسعة وثمانين ليتفوق بفاصل خمس واربعين جزءا مئويا من الثانية على كارون مكا لستيرا الذي نال الفضية بينما كانت البرونزية من نصيب الأمريكي راق بينجامين إلى هنا تنتهي النشرة وهذه تذكرة بالعنوين وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط اثنتين واربعين مسيرة أوكرانية خلال هجمات ليلية على مناطق متفرقة في البلاد رئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يندد بمهزلة العدالة خلال تسليم نفسه للسجن في جورجيا ويصف الانتخابات بغير النزيهة المجلس الانتقالي بالنيجر يعطي الضوء الأخضر لقوات مالي وبالكينفاس للتدخل في حال حدوث هجوم عسكري على البلاد للمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز دوت نت كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك اكس انستجرام ويوتيوب كما يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 رأسي كذلك أيضا يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبستور أو جوجل بلاي ومن خلال الكوار كود الظاهر أمامكم على الشاشة أشكركم على طيب المتابعة دمتم في رعاية الله وحب شكرا اشتركوا في القناة